بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدفع الثامن عشر ما قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الذكاء وذلك دين القيمة قال تعالى وما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رس وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق من قوة المتين فقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوث قال تعالى قد تبين الرسول من الغيش من يكفر بالطاوث ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى لانتصام لها الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوث يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن التوحيد هو أول واجب على العبد وعلى أن التوحيد هو الذي خلط الخلق من أجله وعلى أن التوحيد هو حق الله على عباده كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب بل لا يشرك به شيئا قلت أفلا أفضر الناس قال لا تفضرهم فيتكلوا فحق الله سبحانه وتعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهو يسبق كل الحقوب كما قال تعالى واعبدوه ولا يشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتام والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنوب والصاحب ذي الجمج وابن السبيل وما ملكة عمانه ذكر الله في هذه الآية الكريمة عشرة حقوق وذكر أولها وفي مقدمتها حقه سبحانه وتعالى وفي آية الأخرى يقول جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم ذكر في الآيات التي بعدها فقية الحقوق الواجب على العبد دل هذا في مجموعه على أن حق الله سبحانه وتعالى مقدم على كل الفقه وهو توحيده وإخلاص العبادة له وترفع عبادة ما سواء والبراءة من ذلك ومن أهله وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كثبه كما في الآية التي سمعنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت فكل رسول أول ما يدعو قومه إلى إخلاص العبادة لله قبل أي شيء من الأوامر والنواه كما قص الله ذلك عن أنبيائه في كتابه الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير وإلى عاج أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير أحكام الدين وهو الأصل المصحح لبقية العبادات فكل عمل لا يكون مؤسسا على عقيدة صحيحة فإنه يكون عملا باطلا مهما كلف الإنسان نفسه فيه وأتعب نفسه فيه إذا لم يكن خالصا لله مبنيا على التوحيد الخالص فإنه يكون هباء منتورة كما قال تعالى فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منتورة والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيعة أحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وكما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حام كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وختم السورة بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي أشرك معي فيه غيري تركته وشركا وفي رواية فهو للذي أشرك والأدلة على هذا كثيرة جدا تدل على أن أي عمل لا يكون فالصا لوجه الله من شوائب الشرك ولا يكون أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مردودا على صاحبه كما قال تعالى وقالوا لن يدفل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون فبين سبحانه وتعالى أنه لن يدخل الجنة إلا من بنى عمله على أساسين أصيلين الأول إسلام وجه لله عز وجل بمعنى أن يكون عمله خالصا لوجه الله ليس فيه شيء من الشرك والأساس الثاني أن يكون عمله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محسن يعني وهو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فهذان الشرطان هما شرطا قبول العمل ونفعه لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى دون تقيد بلون أو جنس سواء كان هذا العامل عربيا أو عجميا أو كان هذا العامل يهوديا أو نصرانيا أو كان هذا العامل أيما كان من الخلق فإن عمله لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه هذا الشرطان من أسلم وجهه لله وهو محسن فليس بدعوة اليهود ولا النصارى وإنما الأمر هو للإخلاص والمتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا هذا هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي ترتكز عليها حقيقة الدين وأساس الملة فالتوحيد إذن هو أساس الأعمار وهو القاعدة الأولى التي تبنى عليها بقية أحكام الدين ولهذا كانت الرسل أول ما تدعو قومها إلى تصحيح العقيدة ثم بعد ذلك تطالبهم لبقية أوامر الدين أما قبل أن تصح العقيدة وقبل أن تخنص العقيدة من الشرك فإنه لا فائدة من الأعمال ولهذا مكث نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى التوحيد يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله إلى أن يوحدوا الله إلى أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأصنام ولم يأمرهم في هذه الفترة لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا غير ذلك حتى استقرت العقيدة وحتى أخلصوا دينهم لله فعند ذلك نزلت فقية أوامر الدين على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مما يدلنا على أن التوحيد والعقيدة الصحيحة هي الأساس وأن المهم ليس تثرة الأعمال وإنما المهم نوعية الأعمال النوعية هل هي أعمال خالصة وتكون صحيحة وتكون مفيدة للعامل أو هي أعمال غير خالصة فيها دخيل من الشرك والمقاصد لغير الله سبحانه وتعالى فتكون هذه الأعمال مردودة على أصحابها أو تكون هذه الأعمال بدعية وخرافية ليست على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون أيضا مردودة كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أبغنا فهو رب قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الفلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فالمهم في العمل أن يتوفر فيه هذا الشرطان الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والتوحيد إذا تحقق وإذا وجد التوحيد الصحيح فإن هذا يترتب عليه ثمرات وخيرات في الدنيا والآخرة أولا في الدنيا الموحد يكون مطمئنا ويكون على بينة من دينه لا تتنازعه الشركيات والأوهام والقرافات وإنما يكون مرتكزا على أساس صحيح يكون مطمئن القلب يكون قرير العين الموحد يكون قرير العين مطمئن القلب في هذه الدنيا لأنه يبني على أساس صحيح ولأن نور التوحيد في قلبه يبعث له الطمانين ويبعث له الاغتباط برحمة الله عز وجل أما المشرك فإنه يكون قلقا في هذه الحياة الدنيا ويتتجاذبه والعياذ بالله تتجاذبه الأهواء والنزعات والنزغات كما قال الله سبحانه وتعالى حنفاء لله غير مشركين به فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سقط من السماء من أعلى شيء لأن التوحيد علو وسمو والشرك هبوط ونزول إلى الحضير التوحيد علو وارتفاع لأنه تعلق بالله سبحانه وتعالى تسمو به النفوس وتزفو به الأعمال وترتفع إلى الله سبحانه وتعالى مقبولة مؤفرة مباعفة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالموحد قلبه معلق بالله عز وجل وهو مرتفع ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هو مرتفع قفيع القدر قفيع الشرف متعلق بالله عز وجل أما المشرك فإنه هابط سافل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء هذا أول بلاء يصيب المشرك الهبوط الهبوط إلى الحضيظ الأسفل وما ظنكم بمن يسقط من السماء ما لتكون حاله الإنسان لو سقط من مرتفع قريب لتأثر أو مات فكيف إذا سقط من السماء فكأنما خر من السماء ومع سقوطه من هذا الانتفاع الشاهق هناك ما يكدر عليه ويقلقه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق شبه الله سبحانه وتعالى الشياطين التي تمزقه بالأهوى والنزعات والنزغات بالطير التي تعترض بالساقط من السماء فتمزقه بمخالبها وشبه الهوى الهوى الذي ينزع بالإنسان عن الحق إلى الباطل شبهه بالريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق فهذا اجتمع عليه ثلاث آفات أولا أنه سقط والسقوط بلاء وخطر سقط من شاهق والثاني أنه في سقوطه يعترضه أمران الشيطان والهوى الشيطان يمزقه ويقطعه إربا إربا والهوى يبعده عن الحق لأن الهوى إذا اتبع الإنسان هواه بعد به عن الحق أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد فهو معرض للأفكار هذا كله بسبب أنه أفلت يده من العروة الوسطى أفلت يده من التوحيد فأصابته هذه الآفات وتعرض لهذه الأخطار التي لا نجات له منها إلا بالتوحيد بالرجوع إلى التوحيد والصعود إلى علو التوحيد الآية الثالية قال تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فالإنسان له عدة معبودات متفرقة متشتتة هل هي خير أن الله الواحد القهار أن يكون له معبود أن يكون له معبود واحد هو الإله الحق الذي بيده مقاليد السماوات والأرض بيده الأرزاق والآجال والحياة والموت والجنة والنار بيده كل شيء سبحانه وتعالى أذلك خير أم هذه الأصنام وإن كانت الموازنة هنا ليست على بابها فإن الله هو الحق وما سواه فهو الباطل لكن هذا لتقرير البرهان وإقامة الدليل على صحة الإيمان بالله وبطلان عبادة ما سواه على صحة التوحيد وبطلان الشرك أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي الآية الثالثة يقول سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون هذا برهان واضح ضرب الله لنا مثلا في أنفسنا لو أن إنسانا مملوكا لو أن إنسانا مملوكا رقيق وهذا الرقيق له عدة أسيات يملكه جماعة من الناس كل له هوى وكل له رغبة تخالف رغبة الآخر وهوى الآخر فهذا المملوك يبقى متحيرا ما يدري من يرضي منهم إن أرضى هذا غضب عليه هذا وإن أرضى هذا غضب عليه هذا ثم هو لا يدري ما الذي يرضي هذا والذي يرضي الآخر ما هو في قلق من هؤلاء السادة لا يدري من يرضي منهم وإذا راح في طاعة واحد أغضب الآخر فيبقى قلقا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل واحد سيده واحد ما يملك كل واحد يعرف ما الذي يرضيه ويعرف ما يريد فهو في راحة معه وفي طمأنينة لأن ليس له إلا مالك واحد وهو يعرف الذي يرضيه وهو معه في ويآمن ومفاق ورجلا سلما لرجل يعني لا يملكه إلا سيد واحد هل يستويان مثلا هل يستوي العبد الذي يملكه عدة سادة والعبد الذي لا يملكه إلا سيد واحد هذا في حال الناس فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى الذي هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين والذي بيّن للناس ما يرضاه وما يكرهه وأوضح للناس طريق الحق من طريق الباطل هل يستويان مثلا الحمد لله فالأكثرهم لا يعلمون فالتوحيد في الحياة الدنيا له آثار على الموحدين ظاهرة الطمأنينة وراحة النفس وارتفاع القيمة فأهل التوحيد والحمد لله في عزة وفي رفعة أما أهل الشرك فإنهم في طلق وأوهام وفي وساوس وفي هموم تتجاذبهم لأنهم لما تركوا ما فلقوا من أجله سلط الله عليهم الأهواء والشياطين فهم دائما في قلب كما قال العلامة بن القيم هربوا من الرق الذي فلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فمن لم يعبد الله فإنه يبتلى بعبادة الهوى وعبادة الدنيا وعبادة الشياطين وعبادة الأصنام والأوثان فهو عبد ولا بد فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان وهذا من ثمرات التوحيد الدنيا ومن ثمرات التوحيد الدنيا أنه يعصم الدم والمال فيصبح المسلم محرم محرم دمه ومحرم ماله ومخترم من اعتدى عليه فإنه يردع بالقصاص العادل والجزاء الصار لأنه اعتدى على محترم ومحفوظ لحفظ الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل حرم دمه وماله فيصبح فيصبح دمه معصوما ويصبح ماله معصوما ويصبح عرضه معصوما كما قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا هذه ثمرات التوحيد في الدنيا أو بعض ثمرات التوحيد وهي كثيرة لا يمكن حصها ولكن هذا ما يحذرنا منها حسب النصوص أما في الآخرة فالتوحيد نسأل الله من فضله يورث دخول الجنة فما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا يعني أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك الظلم المراد به هنا الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك لما سئل عن معنى هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أشكلت على الصحابة وقالوا أيما يا رسول الله لم يظلم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا الظلم المراد به الشرك وتلى عليهم قوله تعالى حكاية عن لقمان أنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالذين لا يخلطون إيمانهم بشرك يصححون عقيدتهم ويموتون على التوحيد يكون لهم الأمن يوم القيامة الأمن المطلق الأمن الكامل بحيث لا يخافون في الدار الآخرة لا من موت ولا من آلام ولا من أسقام ولا يخافون من زوال النعمة التي هم فيها لا يخافون من عدو لا يخافون من أي مكدر أو منغرص لأن الجنة دار الأمان وهم في الغرفات آمنون والجنة دار السلام والله يدعو إلى دار السلام إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس ويستبرق المتقابلين فالجنة دار الأمن وهي دار الموحدين لا يدخل الجنة إلا موحد أما المشرك أما المشرك فإنه لا يدخل الجنة أبدا كما قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الجنة دار الموحدين خاصة الذين أخلصوا لله عز وجل من الشرك أخلصوا أعمالهم لله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا أما من مات على الشرك فإنه يكون من أهل النار قطعا وتحرم عليه الجنة أبدا الآباد في نص هذه الآية الكريمة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين بالأنصار ومن فوائد التوحيد الدار الآخرة أن الله يكفر به الخطايا التي هي دون الشرك كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء إن شاء الله غفر له بفضل التوحيد وأدخله الجنة بدون عذاب وإن شاء عذبه في النار بقدر معصيته ثم يخرجه من النار بتوحيده بعد ذلك بتوحيده ويدخله الجنة فالموحد مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما بعد ما يعذب لمشيئة الله سبحانه وتعالى وعلى كل فالموحد على خير فهو آمن إما من دخول النار وإما آمن من الخلود في النار لو دخلها هذا فضل التوحيد وأما المشرك فإنه لا طمع له في النجاة من النار إذا دخلها لا يمكن ولا بد له من دخولها لأن النار دار المشركين كما قال سبحانه وتعالى وما هم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم نبئ عبادي أني أنا كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر قصة إبليس مع آدم لما قال أنظرني إلى يوم المبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جاء أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وجعل يستلم جميع الأركان الأربعة نهاه ابن عباس عن هذا فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهدورا فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم برسول الله مصوة حسنة فقال معاوية صدق وترك ما كان يعمله واقتصر على استلام وركن اليماني والحجر الأسفل هذا هو المشروع إلا ما زاد عن ذلك فهذا لا أصل له تبسع البيت والتعلق به وإلقاء مثلا جسم الإنسان عليه وتقبيل أجزاء البيت كل هذا مور ورد الله أن الحجر الأسفل يستلم ويقبل وركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل والأركان الباقية لا تستلم ولا تقبل هذا هو المشروع بالبيت والاكتصار على ما شرعه الله فيه الخير الكثير إن كان يريد الأجر ويريد الثواف فليفتصر على السنة فإن فيها الخير الكثير وما خالفها فإنه لا خير فيه وإن كان قصد الإنسان الخير لكنه إذا فعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولل يشرعه فإنه لا خير في عمله هذا فليكون ضررا عليه هذا يقول رجل حدث عليه حادث السيارة وتوفي معه ثلاثة نفر وبعد مدة من الجمن توفي أيضا ولم يتمكن من صيام الكفارة أهل يجب على ورثته من بعده صيام شهرين متتابعين أم لا يجب عليه هذا مرجعه للقاضي إذا كان القاضي حكم عليه بالضيئة وحكم عليه بمثلا الكفارة إذا كان القاضي في المحكمة حكم عليه بأنه مدان في هذا الحادث وأنه مفرط وأن الحادث وقع بسبب تفريط ووجبت عليه الضيئة والكفارة فلا شك أن الكفارة واجبة عليه وهي عثق رقبة وما قال الله سبحانه وتعالى فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا قَطْعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ لِلَى أَهْلِهِ إلى أن قال فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين فالصيام بدل من الاعتاق لمن لم يقدر عليه وهذا إذا كان القاضي حكم عليه بالضمان بالضيئة والكفارة ومات قبل أن يكفر الكفارة باقية عليه ما في شك فإذا كان هناك إمكان للإعتاق بأن يوجد رقيق مثل يشترى ويعتق فإن هذا يوخذ من تركته يوخذ من تركته أما الصيام فلا أعلم أنه تدخله النيابة في مثل هذا الله تعالى أعلم هذا يقول نسمع كثيرا من الناس إذا ذهب إلى زيارة المسجد النبو يقول بلغ بلغ إسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لهذا الأمر سند من الكتاب لا هذا ليس له سند ليس له سند الذي يذهب إلى المدينة يوصى أنه يسلم على الرسول بدلا من الغائب هذا ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة وما كان الصحابة يعملون هذا مع حرصهم على الخير ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم الله أرشدنا إلى أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأنت أيها المسلم صلوا وسلم على نبيك في أي مكان وقال عليه الصلاة والسلام صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني ولما رأى علي بن الحسين رجلا يأتي يعتاد المجي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر المجي أنكر عليه هذا وقال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى ما أنت ومن بالأندلس وهو المسمى الآن بأسبانيا ما أنت إلا وهو سوى يعني فالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تبلغه الصلاة بدون أن يوصي أحدا يروح يسلم على الرسول إنما هذا في شأن الأحياء في شأن الأحياء خاص أما الأموات أصلى تحميل السلام له والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصلى ويسلم عليه في أي مكان ويبلغه هذا ألا يقول أحيانا يقع الإنسان في عمل أو قول فيه شرك والنية عنده حسنة أو جهل منه في حكم هذا العمل والقول فهل يؤاخذ على ذلك أرجو إفادتنا إذا كان جاهلا ما أعرف من هذا شرك فهو لا يؤاخذ على هذا لكن إذا تبين له وبيّن له هذا وجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن هذا الشيء أما من وقع في شيء وهو يجهن حكمه فإنه لا يؤاخذ به ولكن يؤاخذ به لأنه لم يسأل وهو بين المسلمين وبين العلماء بين أهل العلم فهو لا مثلا يُعدر بترفي السؤال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا يجوز للإنسان الذي يقدم على عمل لبعد أن يسأل أهل العلم هل هذا العمل مشروع أو غير مشروع من هذه الناحية وآخر بتفريط نعم قال لي أحد المشائح إن الشركة الآن منتشر بين أكثر الناس وإنه لا يجوز أكل لحم الزبائح التي تذبح هنا حتى تتأكد من أن الذابح أنه موحد لا هذا لا أصل لها الكلام هذا بلاد المسلمين الأصل فيها التوحيد والحمد لله والذبائح التي تذبح في بلاد المسلمين الأصل فيها أنها حلالة وهذا من الغلو إن الإنسان تشدد هذا التشدد يقول ما يكل من هذا الذبيح إلا إذا عرفت أن الذي ذبحها موحد ما دام أنه في بلاد المسلمين فالأصل في ذبائح المسلمين السداد والمشروعية ولا تبحث عن هذا إلا إذا عرفت أن الذي ذبحها يعمل شيء من الشركيات إذا عرفت هذا فذبيحته حرام ما حكم دعاء رسول صلى الله عليه وسلم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء غيره شرك أكبر لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة فقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يعني هو أعظم من أعظم أنواعها الله جل وعلا يقول فادعوا الله مخلصين له الدين ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة التاعي إذا دعان ويقول سبحانه وتعالى فلا تدعو وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فالدعاء خالص حق الله سبحانه وتعالى فإذا دعا الإنسان مخلوقا نبيا أو وليا ميتا أو غائبا وطلب منه قضاء حاجاته وتبريج كروباته فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله هذا هو شرك المشركين الأولين الذين يدعون من دون الله عز وجل فلا يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاء غيره من الأموات والغائبين ولا حتى الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يقول أيضا والحلف به الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم فذلك الحلف بالرسول أو بغيره كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قد كفر أو أشرك ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله الحلف هذا لا يكون إلا بالله عز وجل لأنه تعظيم وفيه نوع تعبد للمحلوف للمحلوف به فلا يجوز الحلف إلا بالله من كان حالفا قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو اليصور وهذا يقول تمسخ بشباكه تمسخ بشباك بشباك الحجرة النبوية لا يجوز هذا لأن هذا إن كان المتمسح بذلك يتبرك بالبنى والشفاك فالشرك لأن طلب البركة من غير الله عز وجل شرك أن تبرك بشجرة أو حجر أو غير ذلك فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر وكان للمشركين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يتبركون بها فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت منو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون لتركبون سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب اللي دخلتموه فالتبرك بالأحجار أو بالأسجار أو بالمباني أو بالشبابيك سواء حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها لا يجوز وهو شرك فليتق الله المسلم والبركة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتدهى لأمره هذا هو اللي فيه البركة أما التمسح بالجمادات والمخلوقات هذا لا يجري شيئا أنا يقول هل من يثيم حفلاً للمولد وأحياءً لليلة سبع عثيم الرجل ولأهل بدر الأصل عندنا هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته فقد أوصانا بهالا فقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد فهل وجدنا في سنة رسول الله الثالثة عنه أنه كان يحيي ليلة سبع عثيم الرجل هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة المولد هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة فدر ما فيه شيء من هذه الأمور ما لم يكن في سنة الرسول فهو بدعة ومن عمله عمله فقد عمل بدعة وعمله مردود عليه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه فهذه الاحتفالات بالمولد في الإسرى والمعراج في ليلة مثلا بدر أو غير ذلك كل هذه من البدعة المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان والذي يريد الخير يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يريد الشر يعمل بالبدعة والفرافات وسيلقى جزاء إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما أظن أنه عاقل يريد لنفسه الشر ولكن الشيطان والهوى والعصبية الجاهلية هي التي تحمل الإنسان على هذه الأمور والتقليد الأعمى وكما قال الله تعالى أن غالب هؤلاء إنما يقلدون آباءهم على غير هدى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فالدين ما هم يؤخذ بالعوايد والتقليد وإنما يؤخذ بالسنة اتباع الكتاب والسنة هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبا هل وجدتم في كتاب الله أو في سنة رسول الله الأمر بإحياء هذه المناسبات لا والله وإنما الأمر باتباع الكتاب والسنة هذا هو الموجود وهو الصحيح الثابت فعلينا إذا كنا نريد لأنفسنا الخير ولإخواننا ولمجتمعنا الخير علينا أن نتمسك بالسنة وندعو إليها وأن نحذر من البدع لأنها بدع ضارة ومهلكة لو أنك رأيت إنسانا قد اشتعل حريق في بيته أو في دكانه أو في سيارته ثم لم تنبهه ولم تخبره بذلك فإنك تعد بهذا تعد مقصرا ومجرما وتعد في هذا ربما يحملك على أنك عدو له حيث لم تبلغه فكيف إذا رأيته يمارس بدعة تبعده عن الله وعن الجنة ولا تنهى ولا تبين له هذا من أخطر الأمور يا عباد الله نحن نريد الخير لا نريد لأحد إلا الخير ما نريد التفرقة بين المسلمين كما يقال عننا وإنما نريد للمسلمين الخير نريد اجتماع المسلمين على الحق لأن هذا فيه صلاحهم وفلاحهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق فلا يمكن الاجتماع إلا على الحق وعلى حبل الله الذي هو الكتاب والسنة أما البدع فإنها تفرق البدع تشتت الناس البدع تضر الناس البدع تهلك الناس في دينهم الدنيا فعلينا أن نحاذر ونحذر منها يقول هل يعد مشركا لا هل مهم مشركا يحيي هذه المناسبات ما نسميه مشرك نسميه مبتدع نسميه مبتدعا ونرتب إن الله يهدي ظال المسلمين إلى الحق وأن يبصرهم بالطريق الصحيح هذا الذي نريده له في الوصية يتقوى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بالتقوى وأثنى على أهلها في كثير من الآيات القرآنية والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بتقوى الله في كثير من أحاديثه يوصي بتقوى الله جميع الأمة ويوصي بتقوى الله عماله وولاته الذين يبعثهم على الناس فما هي هذه التقوى التي أمر الله بها ورسوله وأخبر الله أنه يحب المتقين وأن الجنة عدة للمتقين ما هي هذه التقوى؟ التقوى في الأصل يعني في اللغة لأن تجعل بينك وبين ما تكره وقاية كما تجعل بينك وبين الشوف وقاية يقي رجلك منه وتما تجعل بينك وبين الحار وقاية يقي يدك من الحار تتقي يعني تجعل وقاية بينك وبين المحذور والتقوى في الشرع هي بهذا المعنى أن تجعل بينك وبين النار وقاية لكن ما هي هذه الوقاية؟ الوقاية التي تقي من النار هي تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب ما نهى عنه كما قال بعض السلف التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترزل تواب الله وأن تترك مع صية الله على نور من الله تخشى عقاب الله الله جل وعلا أمر بتقوى تقوى الله وأمر باتقاء النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين وتقوى الله جل وعلا هي بطاعته وترك معصيته وتقوى النار هي بترك الأعمال التي توصل إلى النار والأعمال التي توصل إلى النار هي ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمة وهي تتفاوت المعاصي تتفاوت بشك الواجبات أيضا تتفاوت ولكن كل من جنس المعاصي طريق إلى النار فالواجب على العبد أن يتقي النار بترك الأعمال الموصلة إلى النار والنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار الشهوات الجنة محفوفة بالمكاره لأنها تحتاج إلى جهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين لا شك أن الجهاد شاق ولكن العاقبة حميدة العاقبة عاقبة حسنة والطريق إليها طريق شاق ولكن المؤمن ينظر إلى العاقبة ولا ينظر إلى بعورة الطريق لأن المسلم إذا أراد العاقبة ونظر إلى العاقبة سهل عليه ارتكاب المشار وإلا ما هو طريق الجنة سهل طريقها يحتاج إلى صبر قالت جل وعلا فلقتحم العاقبة وما أدراك ما العاقبة فك رقبة أو إطعام في يوم لمسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمن وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمن طريق الجنة فيه مكاره للنفس لأن النفس ما تريد قيام الليل تريد النوم النفس ما تريد الصيام تريد الأكل والشرب النفس ما تريد الذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة لأن هذا فيه مشقة على كثير من الأنفس النفس لا تريد ملاقات الأعداء بالسلاح والجهاد والحرب والضرب أن هذا فيه مكاره ولكن العاقبة التي من ورى هذا هي الجنة والسعادة الأبدية فالمؤمن ينظر إلى العواقب ولا ينظر إلى وعورة الطريق أما غير المؤمن فإنه لا ينظر إلى العواقب وإنما ينظر إلى وعورة الطريق فيرجع من أول الطريق الله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثة إن سعيكم لشتى يعني مختلف فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره للعسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة فالعبد هو الذي يعمل الأعمال التي إما تكون سببا لسعادته أو تكون سببا لشقاوته والله جل وعلا يجزيه على حسب عمل ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال أكرمكم عند الله مثلا أغناكم أكثركم مالا أكثركم جاها أشرفكم نسبا ما قال هذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم سواء كان شريفا لنسبها غير شريف سواء كان عربيا أو عجميا سواء كان أبيضا أو أسود سواء كان لترا أو أونثى سواء كان غنيا أو فقيرا فالتقي هو السعيد لعمرك تقول الشاعر لعمرك ما السعادة ما السعادة جمع مال لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاج دخا وعند الله للأتقى مزيد فالتقوى هي مؤمناء السعادة للمتقين الذين صبروا صبروا على الطاعة وصبروا على ترك المعصية وصبروا على مخالفة الهواء والنفس والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة الصبر هو الذي تعين الله به الإنسان على الطاعة والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فالتقوى هي الزاج الذي يصحب الإنسان في سفره للدار الآخرة قال الله جل وعلا نتزودوا فإن خير الزاج التقوى والتقون يا أولي الألباب سفر الدنيا إنسان يتزود له بالطعام والشراب ويتزود له بالراحلة التي يركبها أو السيارة أو أي وسيلة من وسائل النقل هذا زاد السفر الدنيوي فالمسافر لا يستغني عن الزاد في الدنيا كذلك سفر الآخرة هو أولى سفر الآخرة أولى بأن يتخذ له الزاد وتزودوا هذا أمر بالتزود لسفر الدنيا ثم أمر بالتزود لسفر الآخرة فقال فإن خير الزاد التقوى وذلك أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن قوما كانوا يخرجون إلى الحج سافرون إلى الحج وليس معهم زاد يزعمون أنهم متوكلون على الله يتركون الزاد لزعم أنهم متوكلون على الله وهذا غلط لأن التوكل على الله عز وجل بعد اتخاذ الأسباب الله جل وعلا أمرنا باتخاذ الأسباب وأمرنا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى الله أمرهم أن يتزودوا للسفر وأن يأخذوا معهم زادا للسفر وتزودوا ثم نبههم إلى الزاد للسفر للدار الآخر لما ذكر سفر الدنيا نبههم على سفر آخر يحتاج إلى زاد أولى من هذا فإن خير الزاد التقوى والتقوني يا أولي الألباب والله جل وعلا يحب المتقين الله جل وعلا جعل الجنة أعدة من المتقين والله جل وعلا وعد المتقين لأن يجعل لهم فرجا ممخ وأن يجعل لهم من أمرهم يسرى قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسر قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فعرفنا معنى التقوى وأن التقوى ليست مجرد كلمة تقال باللسان ولكنها كلمة تعني أن المسلم يعمل بطاعة الله عز وجل وإن كان لذلك مشقة على نفسه ويترك معصية الله وإن كانت نفسه تريد المعصية وتشتهيها فالمسلم يحبس نفسه عن المعاصي ويلزمها بالطاعات لأجل نجاتها قد أفلح قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه زكاه بالطاعة وقد خاب من دساها دساها يعني بالمعصية والذي يترك نفسه مع شهواتها المحرمة ويتركها تترك الواجبات هذا في الحقيقة ظلم نفسه ظلم نفسه حيث إن الله استرعاه عليها وضيعها وتركها تهيم لما يظر فالنفس تحتاج من الإنسان إلى جهاد وهي أول ما يجب على الإنسان أن يجاهده نفسه أولا نفسه ثم الشيطان ثم أعوان الشيطان من الكفار والمنافقين باليد وباللسان وبالسلاح إذا اقتضى الأمر وكل هذا ما في شك أنه شاق على النقوص وما قال الله سبحانه استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظلون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ونختم كلامنا بالإجابة على هذا السؤال هل يقول هناك شيء يقول إذا أردت الصلاة على الميت لا بد أن تشترط عند الدعاء له إن كان مسلما فدعو له هل يصح الاشتراط الأصل أن الذي يقدم بين المسلمين وفي المساجد وفي بلاد المسلمين الأصل فيه أنه مسلم وأن تدعو للمسلم اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم عافه واعف عنه ما لم تعلم عنه شيئا أما إذا علمت أنه مات على غير الإسلام إذا علمت هذا وتحققته فلا تصلي عليه قال الله جل وعلا لنبيه ولا تصلي على أحد منهم يعني المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبل إنهم تفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون تفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فإذا علمت وتحققت أن هذا الميت مات على غير الإسلام فلا تصلي عليه أما ما لم تعلم فالأصل في بلاد المسلمين وفي أموات المسلمين أنهم ماتوا على الحق وهذا من الوساوس التي ما ينبغي للوسل من يفتحها وأن يتجار معها وهذا من التنطع والتشديد الذي نهيد عنه الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا هذا يقول والله الذي لا إله غيره أني وحبك في الله جزاك الله خيرا وزادنا وإياك من المحبة في الله ما هي نصيحتك لنا معشر الشباب نصيحة لكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وأن تحافظوا على شبابكم وقوتكم في طاعة الله وأن تتركوا معصية الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ظلهم الله في ظلة جوم لا ظل إلا ظل وذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله الله جل وعلا قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فربطنا على قلوبهم إذ قالوا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطر أولئي شباب خالفوا قومهم لما كان قومهم على الشرك خالفوهم ووحدوا الله عز وجل فأثنى الله عليهم وجادهم هدى نبي صلى الله عليه وسلم كان يقص الشباب في النصائح قد قال يا غلام إني أعلمك كلمات قالها ابن عباس كان غلامة تغيرا يا يا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة